القصف مستمر بجميع عنواء الأسلحة قبل الهدني أما بعد الهدني الطيران القصف الجوي أقف فعلا لكن القزائف المدفعية مستمرة منها لكالمطر على ريف إدلي بالجنوب بارح عدينا أكثر من مئة قزيف سقطت في هذه القرية التي لا تعد مساحتها 2 كم مربع فعن أي هدني نتكلم بين الخزيفة والخزيفة هناك فترة نصف ساعة أو عشر دقائق يسرقون أغراضهم بالسرقة ليأخذونها إلى مكان النزوح أليست هذه هدنة؟ أين الهدنة التي نتكلم عليها الروس فقط هدنة سورية بالإعلام فقط لا يوجد هدنة على أرض الواقع ما زالت قوات نظام المتمركزي بخان شيخون وحواليها عبد تقصف قراء ريف إدلي بالجنوب اليوم الصباحا ضربوا وكان صفرة بالمدفعية وصار شهيدي وفي عدي الجرحى ومعارض حرمي وضيع أهل حوالي خانشوف كلها تعرض للقصف ريف المعارض الشرقي تعرض للقصف مدفعية قوات نظام لتاريخ اليوم لا صار هدني ولا تطبق شيء من قرارة هدني نهائيا طبعا الغاية من قصف المدفعية ومن قوات النظام هو تهجير الأهالي السكان بريف إدلي بالجنوبة حتى ما يحسنوا يرجعوا على قراءة هون على بلدات هون سواء كان مكان صفرة أو أحسيم أو كفرانبيل أو ريف حا لمعارض الشرقي كله يتعرض للقصف مدفعي الغاية منه حاليا أنه ما يرجعوا على قراءة هون ويضل القراءة كلها فاضة عملية تهجير أكثر ما فيه